النهاردة هو موضوع الانبا اه الاسيسي الذي قتل ابي ابي فانيوس او ابي فانيوس ابي فانيوس ده اي فانيوس ده تقتل داخل الدير خلي بالك من حكاية دي حكاية دي انا عاوزك تسمحها وتشوفها بروقان خلي بالك دكتور بس فيش خلط من الدين والسياسة ولا كان ده ولا الرهبانة وطبعا اه تو ادرس طبيب سيداليا عارف كده المعلمة دي قال لا الراجل ده اتقتل داخل الدير دي اول مرة تحصل في التاريخ انت عمرك قريت عنوان المتطرفون البسيحيون يقتلون قسا معتدلا انت فاكري يا محمد الدكتور محمد حسين الدهبي الشيخ الدهبي كانوا زي اقاف لما التكفرين اقتلوه كانت الصحافة المصرية في الصفحة الاولى التكفريون التكفير والهجرة يقتلون اللي قتل الراجل ده مكفرتية في الكنيسة المصرية عرفت من اللي قتله؟ مكفرتية في الكنيسة المصرية واحد منهم واحد من التلاتة واحتمال التلاتة وهقولك لدريك الانباء بقولها مسؤول البلف السياسي هو فيه سياسة في الكنيسة اه اه وفيه الانباء تاني بتاع الاعلام ده بتاع شبرا خيمة ده برضو واسك الاعلام والشباب وعندك الانبع رفائيل سكرتير مجمع المقدس وعندك الانبع بشوي سكرتير المجمع المقدس الكنيسة ليه بقى قلنا الكلام ده التلاتة دول من اكبر تكفيري الكنيسة مكفرتية زي بتقول تكفيري هيجرب الظبط والتلاتة دول من اشد مناصري عفتاسيس دول قتلوا صاحبهم لانه كان من الكنيسة المعتادلة ابي فانيوس كان من مدرسة الاب متى المسكين متى المسكين ده مات قريب حديثا كانت رعف وكان راجل عنده علم ومعرفة وكان عنده تجديد ابي فانيوس برضو هو نفس كده راجل بتاعته راجم ومعرفة وبيقرأ وبيحاول يجدد في الخطاب الديني بتاعي الايه? الكنيسة. الصنعة في الكنيسة فيها لقب. لانك لما تجدد في الخطاب الديني في الكنيسة هتبايع السبوبة. بقى اللي بيحصل في الكنيسة ايه حضرتك? في الكنيسة زيها زيها ايه حتة. انت بتخش يحصل اعترافات ويحصل مشاهد ايه? وفيه زي ما انت بتسمع في كل الكنيسة العالم في مشاكل جنسية مش ان كل الكنيس كده. انا لا اتهم. رجال الدين اتحقيين في اي مكان بانهم محشين. سوى لك اللي حاصل. الراجل ده ابي فانيوس ده هو زي ما قال راهب قبطي لوكالة من الانباء قال لهم قتل بايدي ده ابي فانيوس هتشوفوا على الشاشة. قتل بايدي مسيحية. الراجل ده ده متى المسكين. ده اللي قاعد في الكنيسة في الدير ما خرجش منه سنوات طويلة. المدرسة بتاعته هي بتاعت مين? بتاعت طويلة. اللي هو بيقول لك ايه? نلتقي مع الاديان الاخرى. انت عارف فكرة التقارب السن الشيء? فكرة دي اهو نفس الخلاص مع الفارق. الناس الراجل ده له اراء متجددة شوية متطورة. كنيسة القديمة متزمتة لانها تريد ان تسيطر على الرعاية. هنا بقى السؤال البسيط اللي انا بتراحل هو الاعلام المصري ليه ما تكلمش في القصة دي? ليه الاعلام المصري ما تكلمش? ليه اعلام السيسي ما تكلمش في القصة دي? ليه ما قالش ان الكنيسة فيها متطرفونة وارهابيونة وقتلة صح? مش انت ليس اقتل الشباب وقلت عن الدول الارهابيين? الانبأ ايبيفانيوس اللي اتقتل ده اتدبح اهو داخل الكنيسة. داخل دير حوالي الدير اللي وقعت فيه ده حوالي امتين تمانية واربعين في الدينة. في الهو الكنيسة على اربع افدينة. والمتين واربعين بقين ولا كلهم مزروعات. يعني قاعد في الجنة في الارض يعني. يعني الانبأ والكنيسة قاعدة في الايه? هاتلي جامع في مصر عند وقف من الافدينة كده. ولا لازر ولا صلاح الدين. ولا اي جامع في مصر بتزيد مساحته عن مدينة تنتمائة متر غير القديم. فاكر انت? مساكن الرهبان وقاديرتهم كنيسة صغيرة وغطان. بيزرعوها اشيزاتهم وانت عارف ودى النطرون في مصانق وبيدربوا العيال على الجهان في سبيل الله وما ازرش. وعندهم سلاح حكيم. ده مش دعوة للتطرف. انا بقولك الحقيقة انت. انه هو الراجل اتقتل. انا مش واقولة فيه واحد خد دخل جوه الدير قاتل الراجل. صح الله. الا في الحالة دي بقى الامن لابغز فيه سلامتها محاسنة. واحد بالتلاتة دول شجع على قتله. لانه كان رجلا بيقوله طبعا مشرفا على مكتبة المخطوطات والمراجع بكل اللغات. وهو من الباحثين الناشطين. الكنيسة قالت لك هنشوف الدنيا هتعمل ايه? وهنسلي عليه آآ يعني ونودعه وكده وربنا ايه? يتولى الصالحين. كانت الوطن بتقولك ايوة فيه شبهة. والشبهة دي هنشوفها. طيب. لما فيه شبهة. ليه ما قلتوش انه الراجل قوتي له. صح ولا لا? قوتي له. على يدي واحد نسيعي احتمال يكون بيعاز من تلاتة ايه? من القساوس. طبعا ايام البابا شنودة حصلت مشكلة. حصلت مشكلة لانه فيه الناس كانت من المتشددين بابا شنودة القديم. من المتشددين غير راغبين في ان تكون مدرسة الابا الاب مات المسكين هي المدرسة الموجودة. ودي مدرسة تقاربية تصالحية تجديدي. يا ترى يا هل ترى? عفتاح السيسا يطلع في يومه الايام. ويقول انتو يا جماعة يبتقل المسيح انتو. او يعني يا مسعيين. انتو مش هتبطلت وقتلوا ببعضكم? يا ترى يا هل ترى مش هيشكل لجنة لمكافحة الارهاب المسيحي داخل دير واد النطرون? يا ترى ممكن ترى تشوف الايكاة دي? يا ترى يا هل ترى مش هيطلع يقول انه مع الكنيسة المسيحية المجددة لانها كنيسة ايه? مجددة. وانه مع تجديد الاديان ما قالش الكلام ده. هلعلق وزير الداخلية على هادا الحادث? هلعلق وزير مش عارف ايه نازم? انما لو في واحد دلوقتي قالك والله انا مش حارف ايه? واحد مسلم مش حارف قالك ايه? ايام الرئيس مرسي في اخر الايام فجئنا بحالة في الاعلام المضاد يقول لك الاسلاميون المتطرفون يقيمون الحد على مواطن بقطع ازره في الصين. قد نضحك. هو في حد اسمه قطع الازن? ها? ولا فيش حد اسمه? بسه اوه. ها يعني تحت طعمل ايه? اه اه قطعة المنزل.